اهلا بحضراتكم مرة تانية احنا استمعنا الكلمة الرئيس مرتين استمعنا كمان او خدنا كم معانا زامنها الأساسة في دين دياب مراسل التلفزيون المصري بنيويورك علشان يقولنا ايه اللي بيحصل هناك اذا خلونا ناقش مع بعض دلالات كلمة الرئيس والناقش مع بعض قدر الامكان وقدر الاتاحة من الوقت مستقبل تعاطي الدولة المصرية مع التغيرات المناخية نستضيف وينورنا داخل الستوديو دكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية ورئيس مركز تغير المناخ اهلا بك دكتور اهلا بك سهلا استاذ يوسف عمل ايه الاحوال كله تمام؟ تمام الحمد لله طيب خلينا نبدأ الاول بكلمة الرئيس دلالات بسم الله الرحمن الرحيم طبعا انا بشكر حرار جدا على اتاحة هذه الفرصة نورنا لو كنا سمعنا كلمة الرئيس مرتين فالعالم اليوم سمعها عشرات المرات لان مصر الدولة المضيفة لمؤتمر الاطراف السابع والعشرين ولعل المواطن البسيط قبل المثقف بيسمع كتير عن كلمة تغير ملاخذة للفترة اللي فاتت وبدأ الزخم يزيد جدا حوالين هذه الكلمة خلال يعني اقدر اقول الشهور اللي فاتت وليس السنين اللي فاتت ليه لان اصبحت هذه القضية قضية اطلق عليها فخامة الرئيس في حوار بيترسبرج من شهرين في برلين انها قضية وجودية والنهاردة مرة اخرى قال انها تحديا وجوديا طيب تحديا وجوديا بمعنى ان هذه الازمة ازمة تطال كل متر على سطح الارض ولا تترك دولة لا متقدمة ولا نامية الا وتؤثر فيها وفخامة الرئيس من ضمن الامثلة اللي اعطاها في الكلمة انه استشهد بيه سيول وفيضانات باكستان ومن قبلها سيول اوروبا وحرائق الغابات في الولايات المتحدة وفي كل مكان على سطح الارض بدأ المناخ يضرب وبقوة ليه بقوة لان التغيرات المناخية قضية للأسف ازمة مستمرة واستمرارها بيزيد من تأثيرها يعني كل ازمة على سطح الارض وفي العالم لا محالة مؤقتة حتى الازمة السياسية الحالية حتى لو كان الحرب عالمية لا محالة ستنتهي وينتهي معها تدعياتها بالتدريج الا ازمة تغير المناخ لذلك كانت كلمة فخامة الرئيس اليوم من وجهة نظر الفنية والعلمية انها كانت كلمة قوية تعطي زخم اضافي للدولة المصرية ان مصر هنا في قلب الحدث لو في ملاحص حتى في اللغة المستخدمة السيد الرئيس يتكلم بيه نحن العالم فمصر هنا تمثل العالم يعني يقول نحن الدول لابد ان نعتني بهذه القضية نحن الدول نحن الدول اذا مصر هنا تتحدث باسم العالم وهذا ما سيحدث ان شاء الله في شرم الشيخ العالم المتقدم الان اصبح في وسط الحدث فينتظر وبشغف ما الذي يسفر عنه كل مفاوضات شرم الشيخ والعالم النامي هو عالم متأثر فقط مصر والدول الافريقية في المقام الاول وكل الدول النامية والدول الاقل نموان هي في وسط الحدث انا كمصر ما ليس زنب تماما في هذه القضية انا كل مساهماتي في غازات الاحتباس الحراري لا تتجاوز نصف في المية في حين ان دولة زي الصين تساهم بـ 30% 30% 11 مليار طن نساني اكسيري كربون سنويا تضخف الغلاف الجوي الولايات المتحدة 15% روسيا والبرازيل والارجنتين وكندا والاتحاد الاوروبي كل من يساهم زي ما حضرتك قلت بالضبط قبل الفترة ان العشرين دولة تساهم بـ 80% هو اكتر من 85% من غازات الاحتباس الحراري يعني زنب هذه الكرة الارضية في رقبة العشرين دولة وهم العشرين دولة الصناعية هما العشرين دولة اللي من بداية الثورة الصناعية الاولى 1860 حتى هذه اللحظة تضخ سنويا مليارات الاطنان وعشرات المليارات من الاطنان وصلت الـ 40 مليار طن الوقتي تضخ في الغلاف الجو الغلاف الجو هيستحمل الغلاف الجو عبر عن طبقة هي الطبقة التي تشكل مناخ الارض وفيها تركيز غازات احتباس حراري بتركيز معين منذ ان خلق الله الارض بيجوا عصور جالدية وعصور مناخية في كل مرة تزديد درجة حرارة الارض ثم تنخفض مرة اخرى ولكن لا يزيد تأثيرات لا يزيد تركيز سنوكسيدي الكربون لأول مرة في التاريخ المنظور ان يصل تركيز سنوكسيدي الكربون فوق الـ 417 جزء في المليون كان لا يتجاوز 200 و 210 و 215 ما قبل الثورة الصناعية وبتالي سرعة زيادة الدرجة الحرارة على الكوكب اصبحت اكبر بكتير من التوقعات اللي كانت محطوطة من سنين فاتت وده نقطة مهمة جدا ومش اكبر وبس ودائما تفاجئ العالم يعني العالم المتقدم بما لديه من نمازج للتنبؤ كان لا يتوقع ابدا ان تجيب في نهر اوروبا اوروبا دي موجودة في منطقة معتادلة مناخيا المناطق المعتادلة مناخيا كانوا عشان كانوا في فترات طويلة فقامة الرئيس من ضمن الكلام اللي قالوا كلام مهم جدا ان العالم ضيع فرص كانت فرص مهمة ولا يجب ان يضيع فرصة الان حتى لا يستشهد الاجيال القادمة بما خسرنا يعني الاجيال اللي جاية تقول انتو ضيعت الفرصة انتو التانين برضو فالسيد الرئيس بيؤكد على هذه الفكرة لا يجب ان نضيع فرصة اخرى ليه لا يجب ان نضيع فرصة اخرى لان درجة حرارة الكرة الارضية الآن زالت درجة مقوية درجة واحد من عصر لو وصلت لدرجة ونص او تعدتها لا سبيل للرجوع طيب انا هنا يا دكتور بعد افكر انه من وقت ريودي جانارو حتى هذه اللحظة انا كمتابع عادي انا من ناحية ومن شغفي بمشاهدة وثائقيات وحاجات زي كده لان العالم عنده الاف الوثائقيات وعشرات الالاف من الابحاث التي تتحدث عن التغيرات المناخية على هذا الكوكب ومدى الخطورة اللي وصفها الرئيس بأنها التحدي الوجودي الاخطر حتى في كلمته بس الكلام دهما بيقولوا بقالهم عشرات السنين ولم يتحرك احد ولم يلتزم احد ده شيء غريب بالنسبة لي جدا هو مش غريب اوي لان الدول زي ما قلت حراك معظم هذه الدول الاصطناعية في المناطق المعتادة المناخيا مالسهم اللي بيتكلموا عن الخطر طول الوقت بيتكلموا نظرا بص حضراتك في فرق ان انا استشهد بابحاث علمية فرق بان انا اؤمن بما يوجد في هذه الابحاث ويكون عندي عقيدة واعتقاد ان هذا سيحدث هنا الموضوع يؤمنوا بهذا الحدث هيدفع فلوس هيمولوا الدول ويخفضوا من انبعاثتهم فبالتالي هيخفضوا من اقتصادهم ففي الحالة ده عنده هو مفترق طرق اصدق الكلام الابحاث واعمل بي ولا التزم بكلمات في المنتديات والمؤتمرات وانتهى الامر حتى حدث ما كانوا يخشونه فعليا ان يكونوا هم في وسط الحدث عشان كده كانت اشارة ذكية من السيد الرئيس في كلمته ان يذكرهم ان لا الموضوع غير الاول تماما في فيضانات وسيول حضرك لما يجي في المانيا فيضانات او سيول وتجرف البنية التحتية في المانيا خسرتهم قد مليارات دولارات لما كنت تتفعتهم الاول يعني مليارات الدولارات خسروها والولايات المتحدة لما بيجي عصار من الدرجة الاولى انتقل للدرجة التانية اما كون الدرجة الاولى 180 كم في الساعة سرعات الرياح داخل اللي عصار من الدرجة الأولى. الدرجة الثانية تتعدى 200 كيلو متر في الساعة معناها أنه لا يترك لا شجر ولا بشر إلا ويعمل مشاكل كبيرة جدا لبنية تحتية تكلفة مليارات والبنية التحتية على فكرة في الدول المتقدمة هو الرصيد والاستراتيج الاحتياطي. لما يكون عندي بنية قوية بكون مطمئن. أن يعني تحتية حال من الأحوال لما يحصل مشاكل في المناخ أو غير المناخ. زي الرصيد الاحتياطي بالضبط. زي رصيد عملة زي رصيد الأمح اللي في الصوامع بكون مطمئن. ولكن وجدوا أن هذه البنية التحتية القوية لم تصمد أمام ما يحدث في المناخ. فدلوقتي الكل عشان كده. كل كان مهتم جدا بكلمة الرئيس. لأن عارف أن دي رؤية الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف القادم اللي بناء علىها يتصرفوا. أنا يعني من وجهة النظر العلمية أن الخيارات محدودة جدا أمام العالم أن يتخذ إجراءات. فده فرصة أمام العالم نشأت. هتكون في مؤتمر الأطراف إن شاء الله في شرم الشيخ أن يكون هنا الالتزامات واقعية. المئة مليار دولار اللي تم الالتزام بها كتير. وتم التأكيد عليها في اتفاقية باريس. لم تلتزم الدول بهذه التعاهدات حتى هذه اللحظة. هذا هو الوقت الصحيح للالتزام. ليه؟ في تغير المناخ في مبدأ مهم جدا. اسمه الكوست أوف أكشن. بمعنى اللي هتدفع دلوقتي. لو دفعت دولار دلوقتي هتدفعه عشرة دلار ومش يقدي نفس الغرض بعد سنوات قليلة. فهتدفع دلار دلوقتي بدل ما هتدفعه عشرة. وادفعه وساعتها مش هيقدي حتى نفس الغرض. الدولة المصرية تطبق هذا المنهج وديه في نموذج فريد. أنا بقول لحدك بمنتها الصراحة الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية بدأت تطبق نموذج يحتزى به فعليا. بدأت حتى المواطن البسيط أو المثقف هو ليه أدفع مليارات في محطة معالجة مياه مياه بحر البقر أو المحسمة أو الحمام الفترة الجاية وأنا عنده مياه في النيل لأنه في سنوات قليلة أو فترة قليلة سيكون هناك مشكلة كبيرة جدا في هذا المورد. مورد المياه. بيش بسبب أي حاجة غير التغير المناخ. ولا سد ولا قصة هي المسألة في تغير المناخ. وتفع درجة حرطة الأرض ومعدلات البخر وحاجة صعبة يعني. ببتالي لازم يكون عندي مصدر بديل للمياه موجود وتحت تصرفي. هذا المصدر بديل بيكلفني مليارات دلوقتي بس لازم أدفعهم دلوقتي لأن أدفعهم أضعاف هذا الرقم وساعتها يكون في مشكلة فعلية في المياه وبشيقضي نفس الغرض. نفس الموضوع اللي بيحصل في محطات المعالجة اللي يكلفت البلد مليارات هو في إنشاء محاور وطرق في كل مكان على سطح مصر كل مكان على أرض مصر هدى حالة مثال بسيط جدا حتى الناس يستوعبوا الكلام اللي بيقولوا في سنوات قليلة أربع خمس سنين بيشيل للقاهرة تماما لأن شارع صلاح السلام كان فيه أنفاء 8 ملي مياه يعلق الناس في الشوارع والتلاميذ والطلاب والدنيا تقف تماما وتشل دلوقتي لو نزل 50 ملي مطر 50 ملي دا رقم ضخم جدا لو نزل على القاهرة حركة السير هتستمر كما هي. محدش بيفكر بالطريقة دي الدولة المصرية تتخذ الآن إجراءات آه إجراءات صعبة عليها وصعبة على الموازنة العامة ولكن تعلم جيدا إن لو لهذه الإجراءات الآن هيترطب عليها مشكلة في المستقبل القريب جدا حتى مئات الألاف من الأفدنة اللي بيتم استصلحها في الصحراء حضرك عارف يعني هي استصلح في الصحراء يعني مزرح في الصخر في الملح الزراعة في الصحراء وحركة متابعة جيد بالمناسبة يعني بشكر حركة جدا لكل المشروعات الفحومية اللي بيتقوم بها الدولة وفخامة الرئيس يفتتح مشروع يترك بعده يعني يروح أول اليوم يفتتح المشروع آخر اليوم يرجع يسيب وراء مئات الألاف من الأفدنة لرصيد الأجيال القادمة كل متر بيتم زراعته في مصر هو رصيد للبلد دي مش للجين الحالي لكل الأجيال اللي بتزرع بيتزرع بتشلمل على الدماغ فلما أضيف للرقعة الزراعية مئات الألاف من الأفدنة فطرقهم لملايين أنا بزرع أصرف 9 مليون لما أضيف ملايين الأفدنة فأنا بتكلم على نسبة كبيرة من أراضي مصر التاريخية المتزرعة كل ده لصالح مين لصالح الناس أقول لحضرك حاجة لو مسكت الورقة والقلم اللي قدام حضرك وبلقت أحسب الموارد المتاحة زراعيا ومائيا وبلقت أشوف احتياجات السكان من الاستهلاك للموارد الزراعية لازم يبقى عنده مشكلة دلوقتي لازم ملف أمن المصر اللي قدر الله الأمن الغذائي يبقى فيه مشكلة لو لا إجراءات الدولة الاستباقية لكوننا في مكان بعيد جدا زادة رقعة زراعية توفير ميا إلى آخره صوامع إلاك إلاك طبعا أنا أستاذ حتكي دكتور محمد هروح لفاصل وعايز أرجع بعض الفاصل على نقطة إنه صحيح بتبقى التكلفة باهزة لكن هي على المدى الطويل بتؤدي إلى أرباح وأنا مش بصرف الفلوس لأن أنا برميها في البحر أنا في الآخر خالص بقدر أن أنا أولد طاقة جديدة بطريقة جديدة زي الهايدروجين الأخضر أو إلى يعني من أنواع الطاقة المختلفة طاقة رياح طاقة شمس وهكذا لماذا لم يستوعب العالم ذلك من بادري ده إحنا شفنا موجات سونامي في أسيا وشفنا أعصير في الأمريكتين فكان العالم دائما الكوكب يرسل رسائل التحذير والعالم اللي بيعمل الأبحاث دي أكتر مننا ألف مرة عارف أنا بسمع على سقب الأزوم من ساعة 8 اتولدت من 47 سنة أنا بستغرب خلص العالم ده خلونا نروح لفاصل نرجع مرة تانية لدكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية ورئيس مركز تغير المناخ استنونا بعد إذنكم طب خلونا نجد الترحيل مرة تانية بدكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية ورئيس مركز تغير المناخ وكنت بقول إنه الكوكب طالما أرسل الرسائل بتاعته موجات سنامي أعصير في الأمريكتين إلى آخره وبدأنا من كذا سنة فاتوا بنشوف قدامنا الحرائق بتاعة الغابات في أوروبا وزي ما كنت لك من ساعة ما تولدت بيقولوا سقب الأزون سقب الأزون العالم اللي مسؤول بيشاهد مع إنه بقدر مسؤوليته بقدر حجم مشاركته في الأبحاث اللي بتقول إن الكوكب كده بيموت ما بيتحملوش المسؤولية وإحنا اللي بنحاول نغير والله زي ما حرك ما قلت بزد عدم تحملهم المسؤولية الآن في هذه الفترات كأن الكرة الأرضية تردس الصعصعين الدول المتقدمة زي ما قلت حرك قبل الفصل إنها بتقع في مناطق معتدل المناخية فكانت وكانوا يزدنوا بالنماذج الرياضية إنهم في منأة تماما عن أي تغير المناخ الآن عندما أصبحوا في وسط الحدث خلينا في القبل ما يبقى في وسط الحدث عشان كده كانوا آه التقرير العلمية بتقول بس يبصوا على الرصيد والزخيرة بتاعتهم يقول لك لا ما فيش مشكلة لما يبقى يجي بقى نشوف عشان كده ما فيش التزام لأن الالتزام هنا صعب وتحمله من المسؤولية هنا كبير جدا عليهم لأنه لازم يخفض يعني يقلل من صناعاته ولازم يعود الدول المتضررة لأن دي هي عبارة ضريبة تغير المناخ لأنه هو المسؤول فيجي يشوف هي لقى نفسه هيدفع كتير يقول لك تب استنى كمان شوية استنى كمان شوية دي هو مش واخد باله أن عمال يتحرك وبسرعة نحو الخطر الكبير الخطر الكبير هنا مش هترك مكان على سطح الأرض بس عشان دي قضية أصبحت قضية عادلة نوعا ما الآن تضرب المناطق المعتدلة مناخيا قبل المناطق الهاشة مناخيا المناطق الهاشة مناخيا دي المناطق الجفة الصحراوية المناطق شبه الاستوائية دي المناطق الهاشة كان هي دائما اللي في مرمى نيران التغيرات المناخية عشي كده نحن تأثرنا كتير ورغم ذلك نحن خسائرنا أكبر حتى لو تساوى التأثير تساوى التغيرات الملاخية بين دولة متقدمة ودولة نامية فالدولة نامية خسائرها أكدر لأنه معندهاش بناها تحتية معندهاش إمكانيات معندهاش رصيد معندهاش رصيد استراتيجي في اقتصادها معندهاش فائد ما عندهاش ما عندهاش فهتتأثر له محالة عشان كده الدولة تنصلت كتير الآن زي ما حضرتك سمعت كلمة الرئيس ودي أمثلة لفخامة الرئيس الده في الكلمة مش مجرد يعني أمثلة بتتقلق لأحداث حصلت ده بتؤكد لهذا العالم أن القادم أسوأ وهقول لحضرتك مثال بسيط جدا للمزارع البسيط السنة اللي فاتت للمفهوجة أن كل أشجار المنجا لفظت سمارها في مصر ده مثال أحد المحاصيل اللي تأثرت وده بيحصل في كل مكان على سطح الأرض وقفت حتى علماء النبات وعلماء الزراع واستغربوا جدا إيه اللي حصل في المناخ في مصر عشان يخلي معظم محصول المنجا السنة اللي فاتت للمشي السنة دي يحصل في المشكلة دي لما رجعنا لمحطات الأرصاد وتتابعنا الحرارة لإيه فقط شوية تزبزوات الحرارة إن الشتاء امتدت لحتى شهر إبريل ومايو والناس في مصر استغربت وإيه الشتاء اللي بيلغز شهر الخامسة ده درجة الحرارة الدنيا في شهر في بداية خمسة كانت عشر أو 11 درجة ودي كان صعب لإن ده كان بيبقى في آخر فبراير وأول مارس يبتلي يحصل دف فشكل المناخ تغير في مصر لو سألت أي حد في مصر دي بقتي هو مناخ مصر حر جاء حر جاء في صيفا دافئ ممتد شتاء أنا أبصلك ويتحكي هيبصلك ويتحكي يقولك ما تغير يا بي أنا لحظت ده لي بعض الأصدقاء عندهم مزارع الزتون قالوا لي نفس القصة عن الزتون الزتون وقع بسبب البرد بسبب الزبزبات اللي حصلت في مارس وفي إبريل وفي حاجة اسمه الصف المبكر كل الحاجات دي عبارة عن مظاهر تغير المناخ مزار تغير المناخ أنا كدولة تمنى تزن بإيه ده اللي أنا كنا بنكلمات أنا تزن بإيه عسى نخسر مئات الآلاف من الأطنان للمنجة والزتون ولا قدر الله لغد الوقت ما جايش نحية محاصيل مهمة زي الأمح أو الدرة أو الرز لغد الوقت ولكن هي معرضة أن يحسب فيها مشاكل بسبب تغير المناخ أنا كدولة نمية مصر زن بإيه فيما يحدث الدولة دلوقتي دولة عاوزة تنطلق ودولة يعني بتبزل قصارة جهدها عشان تثبت وجودها في العالم طيب أنا زن بإيه إن أعمل بنية تحتية وأمتد في الزراعات ويجي شوية تغير المناخ يخسرني مئات الآلاف من الأطنان أو ملايين الأطنان أنا ما ليس زن على الدول المتقدمة أن تفي بالتزامات عشان كده فخامة الرئيس قال في الرسائل الأخيرة إن يجب هنا أن تلتزم الدول المسببة هو ما قالش المسببة بس أنا أقول بقى المسببة لزيارة تغير المناخ بالتزامات مش تاريخية وأخلاقية ده ده منهك في الأرض ما بين البشر اللي يكسر حاجة يصلحه اللي يتلف حاجة يرجعها مكانها جالي لكن أنا أكثر وما صلحش أكثر وأفضل بقى ماشي إلى مال النهاية مش هيحصل لأن الكرة الأرضية قرية واحدة وكلها صغيرة وبيتلف وترجع تاني زي ما بيقوله فالدول هنا يجب أن تكون هنا إجراء جماعي 192 دولة إجراءهم يجب أن يكون جماعي عارف حضرك الصين اللي بتضخ 11 مليار طن نسان أكسيدي الكربون لو توقفت عن الصناعة تماما لن يتوقف تغير المناخ مش هيوقف ولا الولايات المتحدة لازم تبقى إجراءات جماعية وتاخد وقت زي ما خدت وقت لما وصلت للحالة اللي احنا كانت لازم الإجراءات تكون جماعية عشان كده كله عينه على شرم الشيخ طب ألا أخر حاجة هسأله لو افترضنا إن الصين وأمريكا هم كده المسؤولين يعني 45% لوحدهم وممكن يبقى فيه جنبهم الهند كمان يعني 55% آه كده 55% لو خدوا إجراءات مش بقول توقفوا عن الصناعة طبعا لكن خدوا إجراءات حقيقية وجدة الكوكب يبدأ يتعافى لو صح التعبير يعني على مدة زمانية قد إيه هي غير محسوبة ولكن سيتعافى لا محالة أنا بس عاوز أعمل أقل جدا مش عاوز يتعافى بس مش عاوز درجة حرارة الكرة الأرضية تطلع عن الواحد ونصف لا بس كده كفاية آه دلوقتي لغاية ما يبتدي بقى تدريجيا نرجع نبرد الكرة الأرضية تاني وترجع للـ 15 درجة كمتوسط على مستوى السنة في الحالة دي ممكن ممكن الدنيا تبتدي وعلى فكرة ده حق الأجيال القادمة والكلمة اللي قالها سيدة الرئيس في الرسائل حق الأجيال الجاية يعني الجيل الحالي واللي قبله كان آنانيش زيادة عن النظوم بش عاوزين نضيع فرص لأن ما فيش وقت لتضيع الفرص وده كانت الكلمة واضحة والكلمة دي بالمناسبة هتتحط الدستور للدول اللي هتحضر شرم الشيخ إن شاء الله في نوفمبر لعلهم يفهمون أنا بشكرك جدا 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 أدكتور وهبقى أسألك على حاجة كده نلاحظها وتقولي إذا كانت ملاحظاتي دي في محلها ولا غلط بس بعد ما هنخلص بقى أنا وحضرتك بنتمشى أشكرك جدا مرة تانية دكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية ورئيس مركز تغير مناخ وأعتقد لقاءاتنا يعني هتبقى كتير خلال الفترة الجاية مع دكتور محمد فهيم خلصت الحلقة لحد كده ما خلصش الكلام بالتأكيد لسه في كلام في الرياضة كريم رمزي هتلاقيه هالل علينا دلوقتي بابتسمته المعتادة وبرنامجه رقم عشرة أما إحنا لو كلنا العمر نقابلكم إن شاء الله يوم السبت الجاي وبرنامجكم التاسعة سلامت